ما الذي حدث في الجوف وكيف حدث وكيف تحول الجيش الوطني إلى مربع الحماية والدفاع هذه التساؤلات وغيرها لا تزال بانتظار إجابات مقنعة حتى أولئك الذين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مستغربون مما حدث ويحدث بعد أن كان أي تقدم للجيش الوطني حتى ولو أمتار يزيد من منسوب تفاؤلهم بقرب لحظة الانعتاق والحرية اليوم وبينما تلتأم قيادات جبهات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء في عاصمة الإقليم لبحث الخطط والخيارات يتساءل الشارع عن خيارات ما بعد حزم الجوف ما الذي يفترض أن يتم لتغيير المعادلة عمليا في الميدان لترميم ما حدث من تصدعات معنوية في جدار الثقة الشعبية بالجيش كقيادة وليس أفراد إعلاميا يتحدث التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني بثقة عما يسميه إعادة ترتيب الصفوف والاستعداد لجولة أقوى وأوسع من شأنها إعادة الأمور إلى ما بعدنهم فيما يتحدث إعلام الحوثي عن تعزيزات مكثفة إلى جبهة البيضاء والاستعداد لاستكمال الجوف ومن ثم تطويق مأرب وبين الطرفين ينتظر الشعب تحركا عمليا يعيد الثقة في الشرعية ويبدد مخاوف الناس في المحافظات الملتهبة لا سيما المحيطة بمأرب لكن السؤال الكبير يبقى معلقا بحقيقة مصدر القرار الفعلي المخول بتحريك الجيش وما سقف الصلاحيات المتاحة لقيادة الشرعية ووزارة الدفاع في ضوء ازدواجية القرار داخل مؤسسة الجيش لا سيما وأن العمليات المشتركة التي يرأسها رئيس هيئة الأركان إضافة لمحور الجوف لا تتبع مباشرة وزارة الدفاع بقدر تبعيتها لمكتب قائد قوات التحالف الأمير الفريق فهد بن تركي المخول بصلاحيات القائد اللعلى القوات المسلحة بموجب توكيل خطي من الرئيس هادي